لقاء وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح مع نظيره الروسي أليكزاندر نوفاك كان محط أنظار خبراء الطاقة حول العالم هذا الطريق أو هذا اللقاء تركز على رسم خارط الطريق لأسعار النفط المتدنية هذه الأيام دعونا نتعرف لماذا تلقى اللقاءات السعودية الروسية كل هذا الاهتمام والإجابة على هذا السؤال من واقع الأرقام الإنتاج السعودي من النفط وفقا لآخر التقارير لمنظمة أوبك في أكتوبر من عام 2016 وصل إلى 10 ملايين و 625 ألف برميل يوميا بينما الإنتاج الروسي من النفط وصل إلى 11 مليون و 200 ألف برميل يوميا بينما إنتاج منظمة أوبك ودولها الأربعة عشر مجتمع وصل إلى 33 مليون و 643 ألف برميل يوميا لكن هل تعاون روسيا مع منظمة أوبك أتى بثماره في الفترة الماضية؟ نعم أتى بثماره حيث ارتفعت أسعار النفط منذ بداية عام 2016 من 27 دولارا للبرميل الواحد إلى 47 دولارا للبرميل الواحد أي أن عوائد روسيا ارتفعت بنحو 6 مليارات دولار أمريكي في الفترة من يناير عام 2016 إلى أكتوبر من عام 2016 دعونا نتعرف أيضا على قرارات منتظرة في اجتماع أوبك والذي من المقرر له أن يقام في فيينا في 30 من نوفمبر الجاري أول قرار هو تثبيت أو تخفيض الانتاج إلى مراحل ما بين 32.5 مليون برميل يوميا إلى 33 مليون برميل يوميا نحن نعرف أن تخفيض الانتاج سيؤتي بثماره وعن طريق المعروض الذي سيقل في الأسواق سترتفع الأسعار إلى مستويات تتعدى حاجز 50 دولارا للبرميل أيضا تثبيت إنتاج إيران عند مستوياته الحالية والتي تصل إلى 3.920.000 برميل يوميا ولكن هل هناك معوقات نحو الوصول إلى قرارات إيجابية في اجتماع أوبك القادم في 30 من نوفمبر الجاري؟ نعم هناك بعض المعوقات في البداية المعوق الأول هو إيران التي تعترض على كافة القرارات وتنوي رفع إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات أي إلى 4.220.000 برميل يوميا هذا الارتفاع سيؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق مع تدني مستويات الطلب خاصة من الصين أيضا النفط الصخري وصل إلى 4.460.000 برميل يوميا وفقا لتقارير كانت في أكتوبر من عام 2016 أي أن زيادة هذا المعروض من النفط الصخري أيضا ستزيد المعروض في الأسواق مع تدني مستويات الطلب خاصة من الدول الأسيوية أيضا العراق الذي يطالب بإعفائه من اشتراطات واتفاقات أوبك وذلك لأنه لديه حرب مع تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يسمى بداعش هذه الحرب تتطلب نفقات عالية إنتاج العراق الحالي عند 4.776.000 برميل يوميا ترى هل تتفق أوبك على تثبيت الإنتاج أو تخفيض الإنتاج سنعرف الإجابة في الثلاثين من نوفمبر الجاري في اجتماعها في فيينا